السلام عليكم. فيه متجآت غزائية كتير بالله مكتوب عليها بتصريح من وزارة الصحة. ودي بيدي امان لنا كتير والناس كتير اللي احنا بناكم الحاجة دي احنا مطمئين. بس كلنا لازم ان نحذر من كلمة مصرح بوزارة الصحة. مش العيفة وزارة الصحة او الهيئة الغذائية. مش قصدي كده خالص. الكلمة مصرح بوزارة الصحة بتكتب على اغزية كتير زي المياه الغذائية الببس والبندومي وكل المواد الغذائية بما فيها مواد حفظة وغير مواد حفظة. بس مش معنى كلمة مصرح بوزارة الصحة. ان انها مفيدة او صحية فعلا او تقدر تقولها وانت متضمن ومحصلش منها ضرر. اه اه معنى كلمة مصرح بوزارة الصحة ان المواد الموجودة فيها هي مواد غذائية لا تضر. ونفعل حتى لا تضر. لان لا تضر كمادة. كمعورت مادة. يقول لك مثلا فيها دجون ما احنا بناخد دجون لا تضر. فيها مواد حفظة ما احنا فيها نسب مواد حفظة ما نقول لا تضر. المواد غذائية ذال ينسون ما احنا بنشرب ينسون. كالكاركاو الكاكاو لأي أعشاب ونأخذها بدي معنى لا تضر إنما مالوش دعوة بمتابعة الصلاحية بتاعتها مالوش دعوة بمتابعة الكميات الموجودة وهل الكميات دي مناسبة لصحة اللي هيقولها أو لا وبمناسبة لجميع الأعمار أو لا فنجي نشوف مثلا نجي نحلل الاندومي لأنه اشتهر الأيام دي مشهور جدا من طبقة الطلبة والأطفال الاندومي فيها نسبة الدهون رهيبة جدا ومواد حافظة عالية جدا والتوابل الموجودة فيها والمواد الحافظة والدهون كفيلة إنها سد الشرايين بتاعتك كفيلة إنها تعمل لنا وفي دراسات التي تقدل سرطان القولون نجي للمواد الغذائية المواد الغذائية فيها فيها سكر كتير والسكر عادي هكذا لا يوجد دعوا بالكميات الموجودة والضرب فيها المياه الغذائية فيها منتلاك هو المفتاح الأساس التصنحها من السجوع الخنزين يبقى هذا السجوع الخنزين مصرح في الناس تانية تكله فمش معنى كلمة مصرح بوزارة الصحة إن الطعام ده آمن وصح لك يقول لك هكذا 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 بالنسبة في العينة لكي نعيش والصناعة التي ستجدت فى الغشة فمناكمية والكميات تنظر أما السلام عليكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة